السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله نهارته اخواني عزائي هنتكلم عن موضوع جميل جدا ومهم جدا وهي الاحلام اللي بتدل على ان امنيتك اقتربت من التحقيق طبعا اخواني عزائي في احلام بتظهر في المنام ممكن تشوفها عبارة عن حلم مثلا رؤية او ممكن تشوف رمز في المنام الرمز دي او الاحلام دي بتدل على ان امنيتك اقتربت من التحقيق في بعض الاحيان بنكون صبرين على امر معين الصبر بيطول ووقت الانتظار بيطول وطبعا فترة الصبر وفترة الانتظار فترة صعبة جدا على اي حد اكيد كلنا بنعاني من الموضوع ده موضوع الصبر ولكن لازم نعرفه ان الصبر ده افضل شيء يوصلنا الى تحقيق امنيتنا طول ما انت صبر ولكن الصبر بدون جزع الصبر بدون شكوى للناس ما ينفعش تشقي للناس الشكوى لازم تقول ربنا سبحانه وتعالى انك تناجي ربنا سبحانه وتعالى بامر انت حزين على عدم تحقيقه او امر انت محتاج له وبتناجي ربنا يعني بتدعي ربنا سبحانه وتعالى خليه بينك وبين نفسك ما ينفعش تتكلم مع حد في موضوع انت محتاجه لان طبعا الشكوى لغير الله ما زاله اه اللي بيدي هو ربنا سبحانه وتعالى وربنا هو اللي بيحقق لنا امنيتنا ولكن علينا بالدعاء والاكثار من ذكر الله والاستغفار وان شاء الله كل واحد امنيته هتتحقق عن قريب جدا بازن الله نرجع لموضوع الفيديو وهي الاحلام اللي بتدل على امنيتك هنتكلم عن الاحلام بالتفصيل ولكن قبل ما نخشف تفاصيل الفيديو احبه لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليسركم جميع فضيواتنا باستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحب يفصرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة يا خوان العزيزي من الاحلام الجميلة جدا وممكن تشوفها عبارة على الرؤية مسلا انت بتمشي وبتتحرك وبتعمل وممكن تشوفها عبارة على الرمز هي اكل الفواكه في المنام في بعض الاحيان ممكن تشوف الفواكه انت بتاكلها وفي بعض الاحيان ممكن تشوف ان شخص بيهدي لك الفواكه جايبها لك مسلا هو بيقول لك خد الفواكه ديت وفي بعض الاحيان بتشوف نفسك ان انت ماشي وسط شجر مسلا او اشجار كتيرة وتقطف الفواكه اللي انت عايزها تقطف مسلا مانجة تفاح انا باي حاجة انت عايزها بتلاقي نفسك ان انت بتقطفها آآ القطف نفسه او الاهداء نفسه بيدل على تحقيق الامنية بيدل على ان في حاجة حلوة انت بتبحث عنها او في شيء كويس انت بتبحث عنه والشيء ده ان شاء الله هيتحقق بازن الله من خلال رؤية ان انت بتقطف الفواكه او بتاكل الفواكه في المنام دي رؤية جميلة جدا لو اي شخص شافها يستبشر خير ويعرف ان في حاجة كويسة قادمة ليه ان شاء الله الشيء التاني رؤية الجد المتوفي بيعطيك شيء آآ دايما بنشوف المتوفيين اللي لينا بنشوفهم في المنام في اوقات بنشوفهم سعداء وفرحانين جايبين لنا حاجات وفي اوقات بنشوفهم زعلانين مثلا او غضبانين طبعا غضبهم بيكون بسبب مشكلة بسبب عدم السؤال عليهم بسبب عدم اخراج الصدقات ليهم بسبب عدم الدعاء ممكن بسبب مشاكل بين الاقارب او الاهل آآ اما فرحهم بيكون بشارة برضو لشخص من العائلة وغالبا بيكون الشخص اللي بيشوف الرؤية ان في حاجة كويسة قادمة ليه ايه هي الحاجة الحاجة دي هي الامنية اللي انت بتبحث عنها اكيد طبعا اخوان العزاء رؤية المتوفي بيعطيك شيء او فرحان في المنام دي رؤية كويسة جدا هتبشرك ان انت ان شاء الله الفترة القادمة فترة تغيير للافضل انت حياتك مسلا مشي في اتجاه الاتجاه ده هيتغير للافضل ان شاء الله وهتتغير اه لاحسن هتتحقق لك امنية هيتحقق لك هدف هيتحقق لك حلم ربنا هيرزقك بعموال حاجات كتيرة جدا ممكن اه تيجي من رؤية ان شخص متوفي او جدك المتوفي او جدتك المتوفية بتعطيك شيء في المنام كمان في رؤية عظيمة جدا رؤية نزول نور من السماء في ناس كتيرة جدا بتشوف الرؤى ديت خاصة اه فايام ليلة القدر ناس بتشوف ان في نور بينزل عليها من السماء بينزل على الشخص نفسه او بينزل على مكان معين اه ولكن انت بتشوف النور رؤيتك للنور وهو نازل او رؤيتك للنور ان هو نزل في بيتك او على جسدك دي حاجة كويسة جدا تبشرك ان ان شاء الله اه انت شخص مميز شخص في الفترة القادمة ان شاء الله هيتحقق لك امنيات كويسة جدا طبعا ده من خلال رؤية النور او رؤية نزول النور من السماء كمان ممكن تلاقي نفسك مثلا منور وسط ناس مثلا او تلاقي او حد يشوف لك الرؤية ديت مثلا والدتك او والدك او اخ او صديق يشوف لك ان انت كنت موجود ومنور طبعا رؤية عظيمة جدا اه بتدول على خير كبير جدا ان شاء الله للي بيشوف الرؤية او لصاحب الرؤية كمان دعاء المتوفي ليك ان انت تلاقي مثلا والدك متوفي بيدعي لك اخوك متوفي بيدعي لك جدك متوفي او اي شخص متوفي ممكن صديق كمان اه بتشوف ان هو بيدعي لك بدعوة مسلا انت بتتمنيها او بيدعي لك بصلاح الاحوال او بيدعي لك بانتهاء مرض او بيدعي لك بانتهاء مشكلة فطبعا هنا دعاء المتوفي رؤية تعتبر من البشرات المهمة جدا اللي هي تبشر صاحب الرؤية او الشخص اللي بيدعي له في المنام ان ان شاء الله الفترة القادمة في اه انتهاء لمشكلة انتهاء لهم انتهاء لتعطيل في امور اه مهمة كمان رؤية اللبس الواسع اه طبعا اللبس الواسع رؤية كويسة جدا بتدل على السطر اللبس عموما بيدل على الراحة في المعيشة بيدل على ان ان شاء الله فيه رزق واسع اه ممكن كمان تشوف نفسك ان انت شخص بيشتري لك لبس في المنام او شخص بيهديك لبس مثلا اه زي واحدة تشوف ان حد بيهديها عبيات مثلا اللي هي اللبس ديت او حد بيهديها خمار او اصدال مثلا دي حاجة كويسة جدا ان انت مثلا اه تشوف اللبس في المنام وخاصة ان اللبس يكون واسع عليك اه مراح راح كده فدي حاجة كويسة ان شاء الله بتدل على تيسير امور مهمة في حياتك بتدل على ان فيه خير قادم ديك ان شاء الله طبعا اللبس الواسع عكس اللبس ديق اللبس ديق طبعا شيء غير مرغوب فيه بيدل على ضيق في المعيشة ضيق في اه حياتك اه ضيق في نفسك تحس بديقة وتحس بخنقة فاللبس الواسع لرؤية جميلة جدا اللي يشوفها يستبشر ان ان شاء الله فيه امور كويسة جدا في حياته هتتغير للافضل ممكن حاجات كتيرة نكون احنا بنتمناها ومنتظرين تحقيقها اتمنى اخوان عزائي ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة